عودت الاشتباكات في القامشلي وهي اشتباكات حادة رغم أن الوضع كان يمكن وصفه قبل ساعات قليلة بالهدوء الحذر الاشتباكات فقط توقفت لما يقارب الساعة ونصف ظهر اليوم لتعود هذه الاشتباكات هي بين الأسايش والدفاع الوطني في منطقة تعرف حارة طي في القامشلي هذا الحي مشاهدينا هو تحت سيطرة الدفاع الوطني التابع لقوات النظام وهو ضمن ما يعرف بالمربع الأمني للنظام السوري داخل القامشلي هذا المربع مشاهدينا هنا سأعقب قليلا هذا المربع هو عبارة عن منطقة تحت سيطرة النظام كأن جزيرة داخل القامشلي لكن في شوارع من هذه الشوارع هناك حول بداية حواجز لقوات النظام والدفاع الوطني وبعد هذه الحواجز تقع حواجز الأسايش لتدخل بعد إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التابعة أيضا للقوات للإدارة الذاتية في التفاصيل أنه عند الساعة التاسعة والنصف من الليل أمس هجم أحد عناصر الدفاع الوطني على حاجز للأسايش وقتلوا أحد عناصر الأسايش وهو الذي يظهر بالفيديو خلفي هذا هو العنصر الذي قاموا بقتله لتندلع بعد اشتباكات بالرشاشات استمرت طوال الليل وتطور الأمر لاستخدام الأسلحة المتوسطة أي الهون والأر بي جي وأدت إلى نزوح عدد من المدنيين من هذا الحي والأحياء المجاورة التي هي مكتظة أصلا بالسكان حتى الآن لا جرح بين المدنيين لكن هناك ثلاث جرحة من الأسايش ولا معلومات تمكننا من الحصول عليها عما إذا كان هناك قتلة أو جرحة في صفوف الدفاع الوطني لكن في المحصلة ما جرى هو كما ذكر تقدم قوات الأسايش والسيطرة على حاجز تابع للدفاع الوطني لأن حواجز الدفاع الوطني وفق معلمنا هي غير حواجز قوات النظام رغم أنهم يعملوا سويا واللافت كان عدم تدخل قوات النظام في هذه الاشتباكات أما بما يتعلق بالروس الروس وفق مصادرنا يحاولون التهدئة لكن حتى الآن ليس هناك من أي تطورات ملفتة